توقعات المراكز الفكرية أن الندوة تهدف إلى الاستفادة من المشاورات بين ممثلين مراكز الفكر وأراء البحثين والخبراء على اختلاف دولهم وتجاربها واستعراض الدروس المستفادة والنجاحات المختلفة وشيرا في الوقت نفسه إلى أن مملكة البحرين راكمت رصيدا من التجارب التنموية وأثبتت نجاحها في تحقيق الإنجازات وإدارة التحديات على حد سواء مما يؤهلها للعمل المشترك وتبادل المعرفة التنموية مع الدول الشقيقة والصديقة في المحافل الإقليمية والقرية والدولية من جانبه قال الدكتور بورنان تشاي دانفي باثانا أمين عام حوار التعاون الأسيوي أن مملكة البحرين أخذت زمام المبادرة لإشراك القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بشكل يدعو للإعجاب في التعاطي مع مفهوم التعافي الأخضر الذي يعتبر محورا أساسيا في استراتيجية حوار التعاون الأسيوي ويشارك في هذه الندوة التي تنقسم إلى ثلاث جلسات ممثلين عن مجموعة من الجهات ومراكز الفكر في مختلف الدول الأعضاء في حوار التعاون الأسيوي أعمال الندوة شارك فيها مجموعة من الجهات ومراكز الفكر من مختلف الدول الأعضاء في الحوار الآسيوي توزعت على عدة جلسات تتناول موضوعات التحديات العالمية تجاه التعافي الأخضر ودور معاهد الأبحاث في التعافي الأخضر وأيضا إشراك المجتمع المدني واستراتيجيات التعافي الاقتصادي بعد الجائحة والتمويل الأخضر وتطرق أيضا المشاركون إلى ضرورة تحقيق مفهوم التعافي الأخضر ليضمن تحقيق التوازن ما بين الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتعامل مع تحدي الجائحة وتحوراتها وبين أيضا انتظام أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تعتمد عليها الحياة اليومية للمواطنين وغيرها أيضا من الموضوعات وضحت الجلسات التي عقدت في المؤتمر أهمية المساهمات والسياسات الاقتصادية في معالجة جائحة كوفيد وإعادة بناء المجتمعات والاقتصادات الدولية وبإضافة لذلك تضح أهمية مشاركة المعرفة من قبل الخبراء الاقتصاديين وأيضا مختلف أصحاب المصلحة العاملين في القطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني ومن خلال جميع هذه الأبعاد من التعاون والمشاركة لا شك ستتمكن دول العالم ودول أسيا المشاركة في هذا المؤتمر من التوصل إلى نتائج أفضل ترجمة نانسي قنقر